اهلا بحضراتكم في هذه التغطية ابدت عدة اندية في الدورية الانجليزية الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشبان الذين برزوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ووفر منديالا قطر فرصة كبيرة للعبين والنجوم الشباب النشئين لجذب انتباه العالم وعلى رأسهم نجوم منتخب المغرب اللي بيخوض لاول مرة في تاريخه مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم البداية مع اللاعب عز الدين اناحي وابدت ثلاث اندية في الدورية الانجليزية الممتاز الاهتمام بالشاب البلغ من العمر 22 عام والذي وصفه رئيسه بغني الموهبة وتسعى للحصول على خدماته وهي ليستر وولفر هامبتون ووستهام يونيتد غير ان النديه الفرنسي انجي الذي يتذيل سلم الدوري الفرنسي ابدا تحفظات بشأن الاستغناء عن خدمات نجم خط الوسط المغربي وسوف يحتاج فريقه الى التقليل من السعر الذي حدده من المتوقع تقديم عروض الحصول على خدمات النجم المغربي الشاب بحوالي 20 مليون جنيه ويعتبر الهولندي كودي جاكبو من ابرز عشر لعبين اهتمت بهم الاندية الانجليزية حيث يلعب لفريق ايندهوفن الهولندي ويمكن ان ينتقل لفريق منشستر يونيتد الانجليزي في شهر يناير اذا تمكنوا من الاتفاق على رسوم الانتقال ويريد فريق ايندهوفن الهولندي رقما قياسيا للنادي يزيد على 40 مليون جنيه استرلين بينما عرض منشستر يونيتد 26 مليون جنيه بالاضافة الى 11 مليون جنيه كاضافات في اغسطس والتي تم رفضها وسبق ان حاول ساوت هامبتون الانجليزي الحصول على خدمات جاكبو البلغ من العمر 23 عام لكن اللاعب يريد فريقا كبير يمكنه الحصول على مكان في دور ابطال اوروبا ايضا اللاعب سوفيان امرابت نجم منتخب المغرب واحد من اهم لعب البطولة وحصل على اشادات كبيرة حيث قال رئيس الفرنسي امانويل ماكرون للمغربي سوفيان امرابت عقب مباراة المغرب وفرنسا انه افضل لاعب وسط في هذه البطولة بطولة كأس العالم وحاول تتنهام الحصول على خدماته في الصيف الماضي لكن المحادثات فشلت في التقدم مع ناديه الحالي في رونتينا الايطالي وحصل على سلسلة من العروض ومن بين الاندية التي تنتظر التطورات بخصوصه هي نادي تشيلسيا الانجليزي وليفربول ووستهام ونيوكاسل واتليتيكو مدريج ايضا اللعب المغربي الاخر يوسف النصيري البارغ من العمر خمسة وعشرين عام الذي يلعب في صفوف اشبيلية الاسباني رفقة زميل حارس المرمى يسين بونو لا يزال يترك انطباعا كبير من خلال ادائه المتقن وهدفه الكبير كما اتضح اثناء مباراة المغرب ضد البرتغال وكان فريق وستهام يونيتد الانجليزي فشل في الوصول الى سعر اشبيلية في الماضي لكنه مستعد للمحاولة مرة اخرى لرجل يمكنه اضافة بعد بعد جديد لهجومه لهجوم النادي الاسباني ورغم الخروج المبكر لمنتخب المانيا من كأس العالم الا ان اللاعب يوسوف موكوكو وظهوره مع المانيا بصفته اصغر لاعب في تاريخ المنافسات قصيرا لكن موكوكو لا يزال احد المع المهاجمين الشباب في السوق ينتهي عقد اللاعب البلغ من العمر 18 عام في دورت مونت في الصيف القادم وهم مترددون في الحصول على المال الان ما لم يتلقوا عرضا سخيا وابدت عدد من الاندية اهتمام لضم اللاعب من بينها طبعا نادي تشيلسي وليفربول ونيوكاسل ومنشستر يونيتد ايضا نجم منتخب كرواتيا جوسكو جافرديولو اللي بيلعب لصالح لايسبرج الالماني نجح خلال بطولة كأس العالم على التأكيد على مكانته كواحد من افضل لاعب الوسط الشباب على الساحة العالمية لا يزال تشيلسيا الانجليزي حريص على الفصول على خدماته بعد الفشل بعرض 77 مليون جنيه استرلينيا الصيف الماضي بينما جعله منشستر يونيتد ومنشستر سيتي واتوتنهام وريال مادريد في صدارة قائمة اهتماماتهم كهدف لتمتين دفاعاتهم مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم